موسيقى موسيقى توقعت الداخل البيوت و هذه المشكلة في 1 ساعة العقرب يمكننا نقول بأن الوقاية منه سهلة يجبنا да. في قلب البيت في المناطق نقول بأنها المناطق يمكننا أن نقول ما في هذه المناطقh يوجد مراكش أسفي يوجد فصلة عندنا فاسم كناس عندنا الدار البيضاء عندنا سوس سوس وعندنا دكالة عبداء هاد المناطق هادو هما اللي حسب الإحصائيات والمعلومات اللي عندنا هما اللي كيوقع فيهم بزاف ديال لساعات العقرب وهما اللي كيوقع فيهم بزاف ديال وفايات في هاد المناطق كان طلبوا من الناس من اللي يكونوا من اللي يوصل فصل الصيف أنهم في قلب ديالهم يقلعوا كل هاد المسائل الزايدة إلا كان عندهم زربية يطويوها ويخرجوها إلا كان عندهم بزاف الآتات في البيوت اللي كي بنعسو فيهم ولا في البيت يخلي وغي علش كي ينعسوه وقبل ما ينعسوه يسوسوه إلا كانوا كيخرجوه كيدخلو الحوايج إلا كانت زربية تساس إلا كان هذا سباب تساسو إلا كان هذا سباب تساسو خصهم كذلك يكون عندهم شراجم كي تسدوهم زيان باش ما يدخلش يكون عندهم البيبان كي تسدوهم زيان باش ما يدخلش للعقرب من الباب في المحيطة المنزيل يحاولون ذلك الأعشاب كل هاي يقلعوها باش يعرفوا راسهم فين كي يمشيوا كذلك كنقولوا على الزبل زبل دياللي كي يخرج من الضهر خصو يكون بعد خصو يكون في طلد الزبل مسدود وخصو هادوك الناس ديال الزبل يدوزوا بستمرار لأن هذا العقرب كي يكون ذلك الحشرات اللي كتكون في الزبل هي الأغلبية أغلبية الأحيان هي في البوادي وعندنا بعض المناطق اللي معروفة كل ما كتزيد الحرارة كل ما كيزيد هاد العقارب كل ما كتزيد الحرارة بحال بايلا بغينا نقولو في البروج في المنطقة ديال داربيدستات عندنا البروج في المنطقة ديال المراكش أسفي عندنا المنطقة الرحامنة هي اللي معروفة ورحامنة قلعة الرحامنة تطلع ضغية ضغية توصل لبني ملال وأزلال دونك دبا هدي المنطقة الرحامنة وكتدور عليها واحد المناطق كلها حيث التالبروج رقريبة من الرحامنة يلجينا نشوفه من ناحية القريطة اشتركوا في القناة